موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة ليلة مؤلمة عاشتها عدن عقب الهجوم الإرهابي الذي أودى بالعشرات من أبنائها ووفقا لموقع عدن تايم فقد كانت حزينة ومظلمة جراء هول ما حدث بفقدان كوكبة من أعز شبابها يضافون إلى قائمة طويلة في لوحة الشرف والدفاع عن الأرض أمام الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوث والمخلوع صالح يتابع عدن تايم عمت أجواء ومظاهر الألم والحزن المضاعفة الأحياء السكنية لفقدان عدد من الأسر فلذات أكبادها وأصدقاء لأعز أصدقائهم في جريمة إرهابية بشعة تعكس الوجه الآخر للممارسات الإجرامية التي ارتكبتها أيضا الميليشيات الانقلابية لحق سكان ومدينة عدن يستمر الموقع تعتبر هذه من أصعب ليالي سكان عدن على الإطلاق من انتهاء الحرب بالانتصار الكبير المتمثل بتحرير محافظتهم عدن من الميليشيات الانقلابية كونها عاشت ساعات حزينة شهدت تشيع عدد من أبناء بعض المناطق والمديريات بعدن وسط لحظات مؤلمة وصادمة جندي النجا من تفجير الصولبان يروي تفاصيل ما قبل الانفجار لموقع الموقع بوست وقال الجندي صالح شائف إن الانتحاري الذي فجر نفسه في تجمع للجنود في معسكر القوات الخاصة بعدن كان يرفع صوته مطالبا الجنود بعدم التجمع وضف شائف أن الانتحاري استخدم نفس طريقة رجال الأمن في المعسكر في منع التجمع بأعداد كبيرة وقال الجندي الناجي ما حدث هو أننا كمجندين تابعين للأمن العام ومعنا مجموعات كبيرة من القوات الخاصة والمستجدين ذهبنا لتسلم مرتباتنا ولطالما نذهب منذ أكثر من أسبوع يوميا لكن دون جدوى نصل فيقال لنا عود وكالعادة وصلت مكان الانفجار وذلك قبل حدوثه بأقل من خمس دقائق تقريبا يتابع الجندي الناجي رأيت أحد الأشخاص وسمعته عندما كان قادما من خلفنا كان وجهه باسما ساخرا ومستهزئا يصرخ بصوت عالي يا إخواني قلنا لكم لا تتجمعوا بطلوا تتجمعوا إلى أن دخل في وسط تجمعنا وقام بالتفجير وفي ذات الموضوع علق موقع الاشتراك وقال إن اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أعربت عن أسفها للحادث الإجرامي الذي استهدف تجمعا للجنود بعدا واعتبرتها انتهاكا صارخا للحق في الحياة والسلامة الجسدية وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم تلقى الاشتراك نت نسخة منه أن اللجنة سارعت للنزول مباشرة إلى مكان الجريمة وتوثيقها والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة كما تم التحرك إلى المستشفيات التي استقبلت الضحايا واستمعت للكثير منهم الذين سردوا تفاصيل الحادث الإرهابي وفجأت بجسامة الحادث الذي خلف عشرات القتلى والجرحى والأجساد المشوهة وحث البيان الجهات المختصة الضبطية والقضائية والطبية بالتعاون مع اللجنة في مهمتها وموافاتها بأية نتائج ومعلومات مرتبطة بالحادث حيث وأنها منعكفة على استسكمال إجراءات التحقيق الفوري لتحديد المتسببين عدا قيمة إنسانية لا تهزم تحت هذا العنوان كتب الدكتور ياسين سعيد نعمان مقالا قال فيه لا يكفي الحكومة الشرعية والمقاومة عامة أن تعترف بحقيقة أن المناطق المحررة لا تزاد في حالة حرب وإنما عليها أن تجسد هذا الاعتراف برؤية متكاملة تمكنها من إعادة صياغة استراتيجيتها الأمنية والعسكرية والإدارية على نحو أكثر انضباطا من حالة الاسترخاء الناتجة عن اعتقاد البعض بانتهاء الحرب في هذه المناطق في هذا الجو المأساوي ووسط أشلاء الكارثة أرى عدن تدفع ثمن مقاومتها وتحررها ومحاولة استعادة نهوضها كمنارة للسلام والتعايش واحترام الإنسان من بين الأشلاء والأنقاض يتسرب زمن الغدر ملطخا بدم الأبرياء إلى خارج المدار الذي يتحرك فيه مستقبل هذه المدينة ومعها وطن بأكمله طارده تلك الحقيقة الخالدة بخلود عدن الباسلة وهي أن عدن قيمة إنسانية لا تهزم وأن أشد لحظات الظلام حلكة هي التي تسبق الفجر وأن الفجر قادم لا محالة ستظل عدن مستهدفة من أطراف كثيرة وبحسابات مختلفة فالمدن التاريخية التي أيقظت وعي الإنسان وأشعلت في وجدانه جدوة الكفاح من أجل انتصار القيم الإنسانية كانت قد أنتجت في نفس الوقت الخصوم الطبيعيين لهذه القيم وعدن واحدة من هذه المدن التي سجل تاريخها هذا النوع من الكفاح والصراع لا بد لأبنائها أن يدركوا أن عدن رسالة لا تحتمل العزلة وأن ما يحميها هو أن تحمل هذه الرسالة بروح منفتحة على الحياة وعلى كل من يصطف للدفاع عن هذه القيم إلى موقع المشاهد نيت الذي تابع مجريات الحياة في صنعاء وعنوان الموقع غياب الرواتب يقلص الدوام ووزراء صنعاء يهددون بالفصل تقول التفاصيل يواجه موظف القطاع العام بصنعاء تهديدات بالفصل من وظائفهم العامة وذلك من قبل وزراء الحكومة المعينة من قبل جماعة الحوثي وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام والذين يطالبون الموظفين بالدوام اليومي دون أن يتقاضى الموظفون رواتبهم الشهرية موظف حكومي يقول للمشاهد أن الوزير المعين من قبل الحوثيين والذي يدير الوزارة التي يعمل فيها أصدر توجيهات بإعادة النظر في موظفي الوزارة والوحدات التابعة والرفع بالمنقطعين عن الدوام وهدد الوزير بفصل نهائي لمن يتغيب عن الدوام اليومي مواطن آخر يقول إن موظف الحكومي بات من أكثر فئات المجتمع حاشة إلى العون الإنساني ويشير إلى أن سلطة الأمر الواقع لم تصرف لهم أي مبالغ مالية واكتفت بتسليم نصف مرتب شهر سبتمبر 2016 فقط الأمر الذي يحول بينهم وبين الدوام اليومي ويؤكد أن حكومة صنعاء غير معترف بها وليس من حقها فأصلا أي موظف موقع يمن مونيتور تابعة جانبا من الأوضاع المعيشية التي يقاسيها كثيرون في مناطق سيطرة الميليشيا وعنوان الموقع الأمم المتحدة إيصال القمح إلى مناطق الحوثيين أكثر صعوبة منسق الشؤون الأممية الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ليدريك أعلن في مؤتمر صحفي أن استيراد المواد الغذائية والأدوية بات أكثر تعقيدا نظرا لصعوبة الاستيراد عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه المتمردون ويعاني من أضرار وبطء في تفريغ الحمولات وقال المنسق الدولي إن أربعة من كبار مستوردي القمح في البلاد أبلغوا السلطات في صنعاء أنهم لن يستطيعوا مواصلة أعمالهم بداية يناير وأضف بأن اليمن يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في قطاع التجارة الذي سيكون لتراجعه أثر كبير على حياة السكان ومن الصعب على هؤلاء المستوردين الحصول على اعتمادات مالية في السوق لأن المصرف المركزي لم يعد في صنعاء ومن بعض انتهاكات ميليشيا الحوثي لحق الناس في الحياة يقول موقع المصدر أونلاين إن مدنيا قتل برصاص قناص حوثي في مديرية مريس شمال محافظة الضالع ونقل المصدر أونلاين عن مصادر قولها إن مسعد صالح تعرض لطلق ناري من اتجاه جبل ناصة الذي يتمركز فيه مسلح جماعة الحوثيين وقوات صالح أثناء تواجد الأول بمزرعته في قرية الرحبة ليموت على الفور وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد قالت صحيفة واشنطن فوست إن قرار إدارة باراك أوباما بتقليص مساعدة السعودية بسبب الحرب في اليمن لن يعدل من توجه المملكة لمواجهة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح وقالت الصحيفة الأمريكية تعكس سياسة العصى والجزر محاولة غير مريحة من جانب مسؤولين أمريكيين لدعم العملية التي لقيت إدانة واسعة من جماعات حقوقية حيث يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عن حملة اليمن دون تنفير حليفهم في الشرق الأوسط ونقلت واشنطن فوست في التقرير الصحفي الذي ترجمته العديد من المواقع اليمنية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله علينا الحرص على عدم تقليص الأشياء التي تخدم مصالحنا في عملية محاولة تقليص الأشياء التي لا تخدم مصالح مصلحتنا وضفت الصحيفة الأمريكية في إشارة إلى صعوبة فصل الدعم لعمليات استهداف الحوثيين داخل اليمن عن تلك التي تدافع عن الحدود السعودية فإن الولايات المتحدة سوف تستمر في استخدام الطائرات الناقلة لها لتزود الطائرات السعودية بالوقود في الجو وهو عنصر رئيسي في مساعدة الولايات المتحدة لعملية اليمن هل بدأت أزمة الطلاب اليمنيين المبتعتين في الخارج بالانتهاء؟ وفقا للعرب الجديد فإن إحدى تلك الأزمات قد شرفت على الانتهاء الطلاب اليمنيون بروسيا أخيرا جاء الخلاص تقول الصحيفة العربية يقدر عدد الطلاب اليمنيين في روسيا بألف وخمسمائة طالب لكنهم وبعد سلسلة من الاعتصامات ومن الوقفات الاحتجاجية استطاعوا أن يفرضوا الأمر على الحكومة الشرعية في اليمن بانتظار أن يجري تنفيذ الوعود المقدمة لهؤلاء الطلاب الموجودين في أوضاع مأدية مزرية فبعد أشهر من المعاناة من غلاء الأسعار في روسيا يبدأ الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى روسيا أخيرا في استلام مستحقاتهم المتأخرة منذ يوليو الماضي والبارغة 600 دولار شهريا وذلك بعد تنظيمهم اعتصاما بمحيط سفارة بلادهم في موسكو رغم التقصي شديد البرودة ويوضح نائب رئيس رابط الطلاب اليمنيين في روسيا سليم المرشحي أن حكومة الحوثيين أسقطت في يوليو الماضي أسماء نحو 300 من أصل 750 مبتعث للدراسة في روسيا من قوائم صرف المستحقات للربع الثالث من العام قبل أن تسقط أسماء جديدة في الربع الأخير ويقول المرشحي للعربي الجديد الطلاب سيبدأون باستلام مستحقاتهم المتأخرة من الحكومة الشرعية هذا الأسبوع الكاتب راشد صالح العرمي كتب مقالا في ظحيفة الحياة بعنوان تصدير الدولة الفاشرة قال في أجزاء منه تصدير الثورة أحد العقائد الراسخة في التجربة الإيرانية منذ العام 1979 وفكرة عالمية الرسالة من بين الأفكار المهيمنة على العقل السياسي الإيراني في العقود الأربعة الماضية وهناك حضور بارز لهذه الفكرة في الدستور الإيراني إذ تنص المادة 154 على التالي تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقا لجميع الناس في أرجاء العالم كافة وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة في العالم وفي الوقت ذاته لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى بعيدا من أن فكرة عالمية الرسالة السياسة عبثية من الأصل ولم ينجح أي من تطبيقاتها وعن أن إمكانات إيران بوصفها دولة وارتكازها الطائفي لا الإنساني وارتكازها الطائفي لا الإنساني يفرغها من المضمون وعن التناقض الغريب بين الاعتراف الصريح بضرورة التدخل في الدول الأخرى في حين أن الجملة ذاتها تدعي أن إيران لا تتدخل يمكن أن نتوقف عند مفارقة مضحكة وهي أن الدولة التي تعتبر سعادة الإنسان في العالم قضية مقدسة حلت في المرتبة الرقم 106 في مؤشر السعادة العالمي للعام الحالي بمعنى أن ما نجحت فيه هو تقديم درجة عالية من التعاسة لشعبها فماذا لديها إذن لتقدمه لأي دولة من دول العالم؟ صحيفة الحياة اللندنية في شأن متصل بما تشهده العاصمة المؤقتة عدن قالت أن الرئيس عبد الرب منصور هادي حمل مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة مسؤولية أي تقصير أو خلل باعتبارهم مسؤولين ميدانيين في إطار أجهزتهم وقطاعاتهم ومعنيين باستقرار وتثبيت الأمن وبحسب صحيفة الحياة فقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وبث على شبكة الانترنت صوراً لمنفذه الذي قال إنه يدعى أبو هاشم الردفاني فيما استدعى الرئيس هادي قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وأمر باعتماد رواتب لذوي القتلى وللجرحى من ضحايا الهجوم واحد من المآسي التي تبعت حادثة تفجير الصولبان في عدن تابعته صحيفة الخليج الإماراتية وعنوانات أم عدنية تلحق بابنها بعد لحظات من وفاته في اعتداء الصولبان يقول أحد أطباء مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة خورمكسر وهو يروي تفاصيل الحادثة المؤلمة للخليج أم أحمد وبعد حادثة الصولبان جاءت مهرولة إلى أحد العنابر التي تم فيها وضع عشرات الجثث وكان ابنها ذو الثانية والعشرين عاما هو أول من وقعت عينها عليه لتصرخ بعدها بشدة ويغمى عليها على الفور يضيف تم نقلها سريعا إلى قسم الحوادث وحاول الأطباء إعادة الحياة إلى قلبها لكن الموت كان أسرع والأجل أقرب تقول الصحيفة يبدو خبر القتل والمتفجرات اعتياديا في بلد سافرت منه الطمأنية بلا رجعة لكن موت أم أحد الشهداء بعد ابنها بلحظات شكل خبرا صادما ليس لذويها فحسب بل لكل من في المستشفى بما في ذلك عدد من الأطباء الذين دخلوا في نوبة بكاء شديدة تعبر عن سوء الحال الذي وصلت إليه الأوضاع في اليمن وإلى أكثر الأخبار تداولا في صحيفة القدس العربي والتي تابعت أحد الموضوعات الفنية لوحة للرسام دافينشي تباع بستة عشر مليون دولار تقول الصحيفة اكتشف مختصون في الفنون الجميلة في باريس مؤخرا رسما غير معروف عائد إلى ريشة ليوناردو دافينشي ويجسد الرسم القديس باستيان الذي عذب حتى الموت ويقدر سعره الآن بستة عشر مليون دولار وقد نقش هذا الرسم الصغير الحجم الذي يساوي طوله وعرضه تسعة عشر في ثلاثة عشر سنتيمترا فقط بالحبر ومن المتوقع أن يكون أبدعه دافينشي في الفترة ما بين عامي ألف واربعمائة واثنين وثمانين وألف واربعمائة وخمسة وثمانين وصدق مختصون من متحفين في نيويورك على أصالة هذا الرسم مشيرين إلى أنه نقش من قبل رسام أعسر وهو ما كانه دافينشي كما أن على الرسم كتابات عدة خطت بخط يد سريع في إيطاليا في عصر النهضة وما يصير الدهشة أن هذا الرسم واحد من ضمن مجموعة رسوم أخرى قد جاء بها طبيب متقاعد إلى دار مزادات في باريس تقدير قيمته وهذه الرسوم هي من مقتنيات والده المتوفي الكاتب حازم صاغية كتب عن القوى التي تكابلت على شعوبها واتفقت على تدمير بلدانها وأضاف في مقال منشور في صحيفة الحياة الكثير من القوى يجمع بينها أنها ضد الحرية حين كانت تقول الاستعمار كانت تقصد الحرية والتواصل الحرة مع العالم حين كانت تقول التحرر والمقاومة كانت تقصد إضعاف وإخضاع جماعة أخرى في مجتمعها من الاتحاد السفوتي إلى روسيا بوتين ومن الخميني إلى خامناء ومن تدمير لبنان وإلحاقه بإيران باسم مقاومة إسرائيل إلى تدمير سوريا وإلحاقها بإيران ومن الاعتداد بعبد الناصر الذي كان الأصرح منذ عام 1954 في رفضه الحرية إلى النوم تحت حذاء بشار الأسد ثم تستمرارية لا تنقطع إلا في الشكل والتعبير أما المضمون فواحد ضعف التكوين الديمقراطي عند هذه القوى أمس واليوم وانعدام التطلب الديمقراطي هذه الخديعة الأيدولوجية التي آن أوان التحرر منها هي التي دشنت مع زعماء مراهضة الاستعمار حين غض النظر عن ارتكاباتهم بحقوق الإنسان ماذا كوى الخديعة تشتعل بتهمة تتعاظم وأسماء تتغير لقد اكتسبت الخديعة هالة القداسة ووصم الذين لا ينخدعون بالخيانة والضلال الاتحاد السفوتي الذي سلح أنظمتنا العسكرية إيران حزب الله جمهور الكتلة الديمقراطية اليسارية لم يتغيروا الحرية التي كرهوها سموها أسام شتى وطوروا أنفسهم ضديا حيالها وحيال القوى التي تحملها أو ترمز إليها أما البندقية فيمكن لفهلوتها أن تستدير في أي اتجاه لأن الحرية تقيم في الاتجاهات كلها وتذبح في الأمكنة كلها وآخر الأمكنة وأهمها وأشدها ملحمة حلب وبينما يشتعل جانب من هذا العالم بالمعارك يستعد جانب آخر للاحتفال بقدوم عام جديد وتوديع سنة بأحداثها بعض من استعدادات مدن أوروبية في جولتنا المصورة الواردة في العرب الجديد نتابع اشتركوا في القناة وبهذه المجموعة من الصحف العربية والصور لكن قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها لقاءنا اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة